اهلا بحضراتكم من جديد ولسا مكملين معكم في حلقة خاصة جدا من الاهلي الليلة مع نجم النادي الاهلي المنضم حديثا إلى الفريق الأول نجمنا وضفنا محمود وحيد اللي نرحب به الأول بعد ما شرفنا فيه للسودية زكت المحمود تمام الحمد لله خبرك ايه شرفني من ورد ربنا خليك أحب أشكرك طبعا على المقدمة الجميلة دي وإن شاء الله تبقى حالة مميزة قبل ما أبدأ معك تعالوا نشوف مجاهزين لك ايه وتقرير عنك وبعدها نرجع نكمل مع الجميلة محمود وحيد يعد محمود وحيد لاعب النادي الاهلي الجديد من أبرز اللاعبين في الدور المصري وتحديدا في مركز الظهير العيسر ولما لا وقد نجح في تقديم نفسه وبقوة في المسابقة المحلية مع فريقه السابق مصر للمقص مما جعله محط أنظار الجهاز الفني للنادي الاهلي لعب محمود وحيد في صفوف الناشئين بالنادي الاسماعيلي قبل أن ينتقل إلى المقص ليبدأ معهم مرحلة التألق والتطور الفني وتحديدا مع إيهاب جلال المدير الفني السابق للنادي الفيومي الذي يعتبره اللاعب الأب الروحي له لأنه نجح في اكتشاف موهباته وتطويرها حتى أصبح من أفضل اللاعبين في مركزه شارك وحيد مع مصر المقص في أربع عشرة مباراة من أصل خمس عشرة خاضهم مع الفريق ببطولة الدور الممتاز هذا الموسم بواقع 1260 دقيقة تمكن خلالها من صناعة أربعة هداف فيما غاب عن لقاء وحيد أمام النجوم للإيقاف حمل محمود وحيد شارة قيادة الفريق الفيومي في تسعة لقاءات بالدور على رغم من كونه في الرابعة والعشرين من عمره كما شارك في مبارتي المقاص ببطولة كأس مصر وتمكن من صناعة هدف وتسجيل أخر ليقود فريقه للصعود لدور ثمانية في البطولة مركز الظهير الأيسر ليس الوحيد الذي يجيد وحيد اللعب فيه بل أيضا هو قادر على المشاركة كجناح أيسر قبل أيام أعلن النادي الآلي عن التعاقد مع اللاعب لمدة أربعة مواسم والنصف موسم هي صفقة مميزة الهدف منها تدعيم الجبهة اليسرى للفريق وبالتالي هذا في ظل خطة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لتدعيم قطاع كرة القدم بشكل عام والفريق الأول بشكل خاص نجم الأهل الجديد محمود وحيد محمود